مرحبا بكم متابعين الأعزاء في هذه الحصة سنشغل على أنشطة الاستثمار الصفحة الثانية عشرة إذن لدينا ألاحظ الكلمات الملونة إذن لاحظوا معي هذه الجملة انتقل محمود إلى مدرسة جديدة إذن في هذه الجملة فهي تتكون من عدة كلمات سنحدد نوع كل كلمة والكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهناك فعل وهناك إسم وهناك حرف إذن انتقل فهذا فعل لماذا فعل؟ لأنه يدل على حدث انتقل مثلا قرأ سأل لاعب إذن كل هذه فهي أفعال أفعال لأنها تدل على حدث مقتر بزمن انتقل فهو انتقل في زمن الماضي ينتقل فهو يقوم بالفعل في الحاضر الآن ثم لو قلنا انتقل سنأمرك أن تقوم بالفعل في المستقبل إذن انتقل هذا الفعل ثم محمود اسم اسم شيء اسم مكان اسم شخص نسميه أو نسمي نوع هذه الكلمة فهو اسم ثم إلى إذن إلى هذا حرف الحروف الحروف هي هذه الكلمات الصغيرة بحل مثلا إلى في عن لي ثم و إلى غير ذلك هذه كنسميها حروف مدرسة إذن مدرسة هذا اسم شيء إذن هذا كنسميه اسم وجديدتين أيضا هذا اسم نعطيكم واحد الجملة نحدد أيضا نوع الكلمة نوع كل كلمة مثلا قلوا تعرف تعرف الولاد على أصدقاء جددين إذن لحظوا في هذه الكلمة عندي تعرف إذن تعرف يتعرف إذن هذا نقوم به حدث نقوم به هذا كنسميه الفعل ثم الولاد إذن هذا اسم ثم على إذن على هذا حرف أصدقاء إذن أصدقاء هذا اسم وجددين أيضا احتهد إسم إذن سنعود إذن انتقل هذا الفعل محمود إسم إلى حرف مدرسة إسم وجديدة احتهد إسم نشوف نشوف النشاط الثاني ماذا يقول لدينا أصنف في الجدول كلمات الجملة الآتية إذن الجملة لعنا أن حزين محمود على فراق الأصدقاء إذن حزين محمود على فراق الأصدقاء وهنا عندنا إسم وعنا فعل وعنا حرف إذن شوفوا كلمة حزين إذن حزين حزين يحزان إذن بحل هابحل إمتقال إذن هذا فعل إذن سنصنفها هنا في خانة الفعل إذن حزين ثم محمود إذن محمود هيا هنا هذا إسم إذن محمود ثم على إذن على بحل هابحل إلى فراق إذن هذا حرف إذن على ثم فراقي إذن فراقي هذا إسم إذن فراقي ثم الأصدقاء إذن الأصدقاء هذا إسم إذن الأصدقاء إذن هقدر نصنف هذه الكلمات في الجدول ثم ثم بعد ذلك لدينا ألاحظ وأتعرف إذن لدينا لعب محمود إذن هذا لعب قلنا من حيث النوع فهو فعل إذن الفعل شنو الفعل الفعل هو شيء حاجة اللي كنقوم بها مثلا قرأ سأل لعب كتب انتقل إذن هذا فعل يعني حدث حدث مقتر بزمن ثم من يقوم بالفعل كنسميه فاعل مثلا لعب محمود محمود هنا فاعل إذا أعطيتكم مثلا واحد الجملة أخرى مثلا دخل دخل الأستاذ إذن دخل هنا فهو حدث مقتر بزمن فهو يدل على أو سنسميه هذا فعل ثم من يقوم بالفعل من الذي دخل الأستاذ إذن من يقوم بالفعل نسميه فاعل إذن الأستاذ فهو فاعل ثم احتهنا يعقلنا لعب هذا فعل ومحمود فاعل لأنه هو الذي قام بالفعل هو الذي لعب لذلك نسميه فاعل هو الذي يفعل الفعل نشوف النشاط الثاني أقرأ الجمل الآتية وألاحظ الأفعال باللون الأحمر والأسماء باللون الأخضر إذن لدينا حضار الصديق إذن حضار هنا فهو فعل هو باللون الأحمر ثم الصديق هذا إسم تحديدا فهو فاعل يتعلم محمود إذن هذا اللون الأحمر هذا فعل يتعلم ثم محمود فهو إسم وتحديدا سنقول فاعل أو إسم لعبة الطفلة إذن لعبة هذا الفعل والطفلة إسم ومدام أنها هي التي قامت بفعل اللعب سنسميها فاعل نمر للتطبيقات الكتابية لدينا أصل الكلمة بالبطاقة المناسبة عندنا هذه الكلمات القط مريم النافذة والزهرة وهنا عندنا إسم إنسان إذن إسم إنسان أين هو إسم الإنسان في هذه الكلمات إذن عندنا القط وعندنا مريم النافذة والزهرة إذن إسم إنسان هو مريم تنسى نصل مريم بإسم إنسان هكذا ثم النافذة إذن النافذة هي إسم جماد جماد أي ليست كائنا حيا وإنما جماد إذن النافذة ثم لدينا القط إذن القط هو إسم حيوان وأخيرا الزهرة إذن الزهرة هذا إسم نبات ثانيا لدينا أملأ الفراغ بوضع فعل مناسب في المكان الفارغ إذن لدينا هنا محمود على صديقه الجديد إذن شنو ممكن نقوله هنا ممكن نقوله تعرف إذن نقوله تعرف تعرف محمود على صديقه الجديد إذن تعرف فهو فعل ثالثا أملأ الفراغ بوضع إسم إسم أي فاعل مناسب في المكان الفارغ إذن لعب مباراة في قرة القدم إذن هنا ممكن نقوله لعب الأصدقاء إذن لعب الأصدقاء مباراة في قرة القدم نمر للنشاط الرابع إذن الذين أحددوا الفعل والفاعل كما في المثال إذن عندنا هذه الجملة يجري اللاعب إذن الفعل هو يجري من الذي يجري اللاعب إذن اللاعب هو الفاعل هو الذي يقوم بالفعل هو الذي يدر الفعل الجري الجملة الثانية أن جاء الصديق إذن الفعل هو جاء سنكتبها هنا في خانة الفعل من الذي جاء الصديق إذن الصديق فاعل ثم حضرت الأم إذن أين هو الفعل إذن الفعل هو حضرات من التي حضرت الأم إذن الأم هي اللي قامت بالفعل إذن هذا فاعل الأم فاعل ننتقل لما يتعلق بالإملاء إذن أتلفظ وأسمع إذن عندنا هنا لحظ الفتح فوق الأليف رمزة الوصل وسكون فوق اللام زائد قدام إذن قدام لحظ عندنا تنوين دي الضم إذن عندما ندخل عليها أل إذن أل أدخل نها على قدم أصبحت القدم القدم إذن هد أل فنسميها القمارية هذه القمارية وأن نحن مثل آخر قورة القدم إذن دائما منك القو أل عندها السكون فكتسمى القمارية والمثال قامي إذن هذه فهي تسمى الشمسية سنأخذ واحد الكلمة وندخل عليها الشمسية وكلمة أخرى وندخل عليها القمارية إذن لاحظوا مثلا عندي ولاد إذن ولاد إذن إذا دخل عليها ال كنقول ال ولاد إذن لاحظوا هنا ففقها السكون والحرف لما مورها ما عندوش تضعيف أو لا الشدة إذن هذه القمارية وكلمة أخرى مثلا صديق إذن لاحظوا إذا دخل نعليها ال ستصبح الصديق الصديق إذن لاحظوا ال هنا ما عندهش السكون الصديق مباشرة كان بشكل الحرف المرمور اللام وكان ديرول الشدة الصديق و ال هنا ما عندهش قلنا السكون إذن هذه تسمى ال الشمسية إذن غمشوفوا الحروف القمارية والحروف الشمسية الحروف القمارية يعني اللي إلا دخلت عليهم ال كنديرو لها هاك بأ ال كيكون عندها السكون والحروف الشمسية إلا كانت شكل ما كنت تبدأ بأحد هذ الحروف إلا دخلت عليها ال كنديرو البحل هك ال الشمسية والحرف الأول كنديرو له التضعيف أو الشدة إذن الحروف القمارية هي هذه القاف والعين والحاء والوا والميم والهمزة إلى غير ذلك والحروف الشمسية هي الشين والدال والصاد والثأ إلى غير ذلك إذن ثالثا أصنف شفهيا الموجودة في بداية الكلمات الآتية أن الموسم لحظه ال هنا عندها السكون في نفس الوقت الحرف الذي يأتي من المراه هو الميم الميم كالقوف لأحد القمارية إذن هنا نصنفها ونقول هنا هذه قمارية إذن القمارية ثم هنا اللاعب لاحظوا ال هنا ما عندها السكون ومن مورها حرف اللام حرف اللام كان نلقاه من حروف من الحروف الشمسية إذن هذ ال هذي فهي نسميها الشمسية ثم الملونات إذن ال هنا لام عندها السكون ومن مورها حرف من الحروف القمارية إذن هذه القمارية ثم الحديقة كذلك هذه القمارية ثم النادي لاحظوا ال هنا ما عندها السكون والحرف اللي من مورها عنده الشدة إذن هذه الشمسية إذن سنقول الشمسية ثم الأطفال إذن ال هنا عندها السكون والحرف اللي من مورها هو الهمزة والهمزة هي من الحروف القمارية إذن سنقول هنا القمارية نمر النشاط الموالي تطبيقات كتابية إذن أصنف أسماء أصدقائي وصديقاتي في القسم إلى مجموعتين مجموعة الشمس ومجموعة القمار إذن الأصدقاء ديالك الإسم باش كيبدأ باش كيبدأ الإسم ديالهم غتشوفوا واش إلا كان كيت تبدأ مثلا بأحد هاد الحروف فغنوضعوه هنا في مجموعة القمار ولكن كيت تبدأ بواحد من هاد الحروف غنوضعوه في مجموعة الشمس مثلا مثلا سامير إذن سامير الإسم موجود هنا هو هادا الحرف الأول موجود هنا إذن غنصنفوه في مجموعة الشمس مثلا هذا سامير علي إذن علي كيت تبدأ بالعين إذن غنصنفوه في مجموعة القمار أحمد مثلا أحمد أحمد في مجموعة من الحروف القمارية الهمزة من الحروف القمارية إذن غنوضعه هو في مجموعة القمار رشيد مثلا إذن رشيد فر من حروف من الحروف الشمسية إذن غنوضعه في مجموعة الشمس كمال إذن كمال الكاف الكاف إذن هي من الحروف القمرية إذن سنضع في مجموعة القمر نشوف أيضا مثلا شيماء إذن شيماء تتبدأ بالشين إذن سنضعها في مجموعة الشمس شيماء ثم نشوف مثلا ثورية إذن ثورية تتبدأ بالثاء إذن هذه في مجموعة الشمس إذن ثورية مثلا نشوف مريم إذن مريم تبدأ بالميم إذن هذه نضعها في مجموعة القمر نشوف أيضا مثلا خديجة الخاء إذن هذه تتبدأ بالخاء إذن من الحروف القمرية سنضعها في مجموعة القمر خديجة إلى غير ذلك إذن تشوف الأسماء التي تتلمعك في القسم إذن كانت تتبدأ بواحد من هذه الحروف سنضعها في مجموعة القمر إذن كانت تتبدأ بشي حرف من هذه الحروف سنضعها في مجموعة الشمس ثانيا أدخل الشمسية أو القمرية على الكلمات الآتية وأبين نوع إذن أصحاب إذن أصحاب هنا شمعنا إذا دخلنا عليها أل شمعنا نقول الأصحاب هكذا الأصحاب إذن هذه أل هنا ما نوعها إذن لحظوا هذه أل القمرية إذن سنقول قمرية ثم صاحب إذن صاحب إذن صاحب إذن دخلنا عليها أل شمعنا نقول الصاحب إذن لحظوا هنا هذه أل فهي الشمسية إذن قلنا هذه أل الشمسية ثم رفيق إذن رفيق سنقول الرفيق أيضا فهدي الشمسية ثم لدينا لاعب إذن لاعب سنقول اللاعب إذن هنا فهدي الشمسية لاحظوا المعندهاش لمعندهاش السكون والحرف الموارها اللي هو لمعنده شدة إذن هدي أيضا الشمسية ثم حديقة إذن حديقة سنضخل عليها أل سنقول الحديقة إذن هنا عندي القمرية إذن سنقول قمرية وأخيرا عندي ورود إذن سنضخل عليها أل سنقول الورود إذن لحظوا الهناية فعندها السكون إذن هذه القمرية أيضا إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة شكرا لكم على المتابعة موسيقى